وكتير ممكن يكون المشكلة مش قدر يحلاله ده الوقتي بس هو مسافر الصبح وفيه لعيبة كتير بتسافر بطولة أو تطلع بطولة مهمة وهو شايل المشكلة فبيخسر بسبب ان هو عقله بيفكر في حاجة شكلها سوى بقى لي علاقة باللعب بعقد بفلوس بحياته انت بتتبع طبعا زينا كلنا اللي بيحصل في الكورة في مصر في كورة القدم تحديدا ويه بنقول اللعيب دوت لو بس كان دماغه كويسة كان زمانه اللقتي في حتة تانية كتير امثلة كتير مش عايزة اذكر الاسماء انت لما بتشوف ده على الشاشة زينا يعني بتقول الراجل ده كان حله سهل وبسيط ده كتير 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 ومعظم الحلول بتبقى مش صعبة هي الفكرة برضه زي مورد حضرك ان هو يبقى جاي ويبقى هو عايز هقول لحضرك الحاجة انا في بعض اللعبين في الععاب حتى الفردية أو في الععاب القدم أو الععاب الجامعية هو ممكن يبقى مش مقتنع بالفكرة بس خلال ما بيقعد وبيفهم انت هتساعده ازاي الموضوع خلص صح فهي الفكرة انه بس يبقى فاهم يفهم الحاجة دي لكن طول ما انت شايفها من بعيد انا مش عايزة اجرب ده الموضوع مختلف انا عندي فكرة تانية مختلف شوية أو حاجة بيشوفها كل الناس اللي في الشارع احنا ليه بنقعد قدام الدور الانجليزي وقاعدين ممبهرين قوي ليه؟ يعني ايه اللي الناس دي بتعملوا؟ طب ليه صلاح بقى في الحتة دي؟ ليه كل المصري اللي طلع بره اختلف عشان السيستم هناك هو اتطبع عليه الفكرة نفسه اتطبع عليه احنا فيه جزء مهم جدا جدا من يشتعليه تحليل الاداء النفسه حركيا هاي طب عايز تسألك على حاجتين مهمتين يعني قضايا واضحة يعني عبدالله سعيد في اخر مباراة بين زمالي كوبتراملز لو فرقت على المباراة خرج متضايق بعد طرد علي جابري وان هو تغير بعد عشر دايق وخرج متضايق جدا في موقف زي داي بتقول انت مثل لعبدالله مفروض احنا بنكون مجهزين زي ما قلت حدك من شوية توقع المشكلات ان هو ازاي يبع عنده ضبط النفس او يبع عنده اي حاجة تحصل لعبدالله او اي لعب يعمل ايه؟ ويتعامل ازاي؟ وازاي بعنده هدوء وثبات الفعالي عشان ما يقصرش على نفسه ولا على بيت اللاعبين يعني هرد بلاحضك بمثال تاني شفت كهربا هو خارج انبرح ودي حاجة جيدة على كهربا وحاجة يعني ربنا يكرمه ويسبته وكان حاجة مميزة جدا هو أه انتباعك ايه وانت خارج على بيات اللاعبين اه اثرت في اللاعب اللي نازل فخليته يسجل هدفين بالظبط فهي او ده الاسبيرت او بالظبط ها دي بتفرق جدا ان هو الفيسر اكشان بتاعه نفسه مختلف غير لما يكون فيه لعب هو مش متقبل التغيير هو نازل من دائم اللي بينزل مكانه ومن دائم الدنيا كلها فاللعب اللي نازل له أصلا عنده مشكلة بعد كده وحاجة قدر في بعض اللاعبين هو بتأسر ع طفان جدا فأنت مش عارف فأنا ممكن وإنا فيه تغيير جالي فأنا خارج عملت يعني هزعل عليه أو أنا مش قصده بس اللي داخل هو اتأسر بالحالة دي ودخل له هشكي بقول حدك أنت ازاي بتتكلم مع اللاعب ازاي يفكر بالشكل الصح ازاي يعمل ايه في المواقف الصعبة يعمل ايه لو فيه مشكلة